السيدات والسادة مساء الخير في الأزمات والحروب والكوارث الكبرى يظهر الدور الخطير والمؤثر للإعلام في توجيه الرأي العام ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 برز تحديداً الدور الهائل للتغطية المصورة والتقارير والتحليلات التليفزيونية للأحداث الدولية وقد تحمل الرسائل الإعلامية التي توجه عادة للرأي العام عند تغطية الحدث أكثر من وجه فهي قد تكون موضوعية محايدة أمينة تلتزم بالقواعد المهنية ومواثيق الشرف أو تكون كما ظهر مؤخراً في معظم تغطيات الإعلام الغربي للعدوان الإسرائيلي على غزة مضللة مشوهة للحقائق تتبنى معلومات كاذبة وتنحاز للمعتدي على حساب الضحية اليوم في حديثنا من مصر نصطديف أستاذة كبيرة خبيرة في أعلام الأزمات وفي تدريس القواعد المهنية والأخلاقية للتغطية الإعلامية وقت الحروب والصراعات نسألها كيف تناول الإعلام الغربي أحداث غزة وكيف نقل مراسلوها مشاهد الدمار وكيف برر محللوها جرائم إسرائيل في الأرض المحتلة حديثنا اليوم عن الجانب الآخر من الصورة الناقصة التي يظهرها الإعلام الغربي لقضيانا عن الإعلام المهني الموضوعي الصادق في مواجهة إعلام بلا ضمير يعمل دائماً في خدمة الظالم ضد المظلوم حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم اشتركوا في القناة